أول شيء التقرير الواقع اللي قدمتوه يفتقد إلى بعض المهنية الهندسية وليس الإعلامية يكون خلط دي يصير بالإعلام بين واجبات وزارة الموارد المائية وإدارة المياه الخام اللي منظم منها مياه الأمطار وكفرق بين واجبات دوار البلدية بالمحافظات أو دوار أمانة بغداد داخل حدود مدينة بغداد كل ما تسقط الأمطار داخل حدود البلدية وداخل المدن داخل هذه واجبات الوحدات الإدارية وأمانة بغداد وزارة الموارد المائية معنية بإدارة المياه الخام اللي هي حفظة جلال الفرات والمياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول تسقط خارج المدن وبالتالي كوزارة الموارد المائية يعني هناك خلايا أزمة مستنفرة كل محافظة فيها خلية أزمة يرأس أحد الأقوى المدارة العامين بالوزارة معني بالموضوع وهذه الخلايا يقع على أتقها الحفاظ على إدارة مياه الأمطار وتوجيهها إلى عمود النهر من خلال القادمة أكبر يمكن ثلاث أمور مهمة الأمر الأول هو أنه العراق ما يزال فيه فراغ خزني كبير جدا يستوعب عشرات بالمئة يوم ممطر مثل هذه الأيام والأمر الآخر أنه كل مناسب المياه بكل الخزانات العراقية سواء كانت بسد الموصل دوكان دربندقان حمرين وأن كل سدودها ارتفعت بشكل يتناسب مع شدة الأمطار وتأثيراتها لكن ما يزال ارتفاع هذا ارتفاع طفيف الخزين المائي ما يزال هو أقل من المعدلات الطبيعية نأمل أنه تستمر هذه الأمطار لزيارة هذا الزخم أيضا فيما يؤيد الكلام اللي ذكرتي حضرت بالتقرير هذه المعلومة أنه بعض الأشخاص سولت لهم أنفسهم التجاوز على محرمات نار ضجلة كوزارة مارد ما يتخذن أجرات فاعلة ورادعة بالتنسيق مع مسقضان الموقر والقوات المنية البطلة والإعلام الحربة القانون الكريمة اللي صلت الضوء على الموضوع وقيمة دعاوى كثيرة وغرامات وقسم من التجاوزات أزيلت وأيضا الوزارة راح تدفع بإطلاقات كبيرة تزيد عن ألف متر مكعب ما بين ألف و ألف متر مكعب من سدة سامرة باتجاه بغداد مرورا إلى محافظة واسط وإلى ميسان والأهوار ووصولا إلى شطر العرب هذه الكميات ستكون الهدف منها ثلاث أمر الأمر الأول هو استعادة النهر ومناسب النهر الأمر الثاني هو غمر وغمرة من الأهوار وتحسين بشطر العرب بضلا عن رسالة واضحة للمتجاوزين أن المياه هذه الوجبة والمياه الوجبة الثانية ستكون وجبة أعلى وبالتالي يجب أن يكفوا تجاوزهم حفاظا على أرواحهم ورواح العاملين معهم